اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية يوم عشرين الشهر ده ان شاء الله بإذن الله هتكون قرعة الأولمبياد والحقيقة يمكن الخبر ده تأكد بشكل نهائي ان شاء الله الجهاز الفني واتحاد الكرة هيخطبوا نادي ليفر بول بعد إجراء القرعة بمباشرة بشكل رسمي عشان يطلوبوا ضم محمد صلاح لمنتخب مصر الأوليمبي اللي هشارك في أولمبياد توكيو بكده ويمكن كابتن طبعا شاوي غريب كانتكلم عن رغبته في ضم صلاح في أكتر من مناسبة قبل كده لكن هم قرروا يأجلوا الخطوة الرسمية لما بعد القرعة عشان تكون الملامح واضحة برنامج الإعداد واضح اللقاءات اللي هيخدها المنتخب الوطني للإعداد لل أولمبياد واضحة وبالتالي يتم مخاطبة ليفر بول رسميا المنتخب من حقه يضم ثلاث لعبين كبار لمنتخب الأولمبي وإن كنت الحقيقة حتى كنت بدهردش مع سارة يعني بداية أنا بشوف أن كل عناصر المنتخب الأولمبي وبالمناسبة هم نجوم وأغلبهم أو 90% منهم أساسين ما كانوش 100% الحقيقة السمعة فرقهم في مطشطة لكن شايف أن هم الولاد كويسين جدا يعني صلاح إضافة ممكن يبقى عندي حد زي الشناوي في حراس المرمى برضو ممكن يكون إضافة لكن تدور حتى على التالت ممكن يكون مين سواء من جوة أو من بره في محترفين أنا شايف أن الأولاد الحقيقة أكتر من رائعين بصلاح إحنا كنا ليس لفعلا منتكلم يمكن أنه صلاح ما فيش خلاف عليه يمكن أنا كنت بقولك يا أحمد أني حضرت المباراة نهائية وبطولة أفريقيا لأهلتنا للأولمبيكس أو الأولمبيات وطبعا يعني كان فيه كل ما أفتكر كانه مبارح أنه اللستات كان مليان على الآخر كان فيه أداء مشارف قوي من اللعيبة دي على طول البطولة مش بس المباراة نهائية وكنا فخورين جدا ولسه فخورين بيهم من أول ما يعني صفرت الحكم خلاص وخلاص خدنا البطولة كله كان عارف أنه مدام فيه ليه الحق الكابتن شوقي غريب أنه هو ياخد ثلاثة من المنتخب الأول أو من الفريق الأول كان صلاح أكيد هيكون اسم منهم وده لازم وأكيد الخبرة هنا هيكون لها عامل كبيرة أو إحنا منتكلم على برضو شباب صغيرين بس ليهم خبرة كبيرة شفنا في البطولة تفواقه إزاي على فرق كبيرة ولكن أكيد خبرة زي محمد صلاح هتفرق معهم بس لما منتكلم أنه مين تاني ممكن يبقى موجود أنت كنت بتقولي أنه خلاص خدي بالك جزء من الموضوع كمان فكرة أنه يبقى فيه انسجام اللعيبة بتبقى حافظة بعض وعارفة بعض فإنك تدخلي ثلاثة عناصر مرة واحدة بتقالي ده ممكن شوية أثر على حتة التناغم والانسجام بين اللعيب ترجمة نانسي قنقر